أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر في بالقرآن تقريبا 1300 آية تتحدث عن الكون والإنسان لذلك أخوانا الكرام الحكمة أن التطور العلمي وحده يكشف عظمة هذه الآيات بعد مئة عام من تطور علم الأجنة تبين أن الذي يحدد نوع الجنين ذكرا أو أنسا هو الحوين وليس البويضة افتاح القرآن وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تم قبل اكتشاف أشعة اللايزر التي تقاس بها البسافات بدقة بالغة بالميلي قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون بعد اكتشاف أشعة اللايزر أعمق نقطة في الأرض غير فلسطين وفيه تمت هذه المعركة من هذه الإشارات 1300 إشارات كلها تؤكد تأكيدا قفعيا يقينيا أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن برحلة أبولو 8 إلى القمر رواد الفضاء بعد حين من إطلاق المركبة قال أحدهم لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا ما الذي حصل بعد 56 دقيقة ما أحد فيهم هم في الحقيقة تجاوزوا طبقة الهواء طبقة الهواء 56 ألف كيلومتر لما تجاوزوها التغى انتثار الضوء فلما تجاوز رواد الفضاء طبقة الهواء صاح أحدهم لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا تمام أي حادثة وقعت مسجلة لكن افتاح القرآن ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون لذلك أخواننا الكرام قد لا تنتبهون إلى أن هناك عباده أرقى العبادات قاطبة إنها عبادة التفكر التفكر يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله التفكر أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله وأصل هذه العبادة في القرآن لذلك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من هذا الأمر الله عز وجل قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أخواننا الكرام أقصر خلية بالإنسان خلية الأمعاء الدقيقة عمره 48 ساعة وأطول عمر خلية العظمية خمس سنوات يعني أنت بكل ما فيك بعد خمس سنوات إنسان آخر بكل ما فيك إلا الدماغ والقلب الدماغ مئة وأربعين مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد حتى الآن هذا الدماغ أعقد شيء في الكون ومع أنه أعقد شيء هو عاجز عن فهم ذاته هذا الدماغ الكبد يقوم الكبد بخمسة آلاف وظيفة خمسة آلاف وظيفة وكل خلية من خلايا الكبد تقوم بكل هذه الوظائف الآن في عمليات ناجحة من سنة مو أكثر يعني أخ يعطي أخوه نصف كبده يزرع هذا الكبد الكبد يعيد بناء ذاته بعد ستة عشر أسبوع ممكن إنسان تشمع كبده كليا أن يأخذ من أخيه قصب من كبده والكبد ينمو خلال أسابيع خمسة آلاف وظيفة تقوم بها كل خلية هذا القلب بعشرين سنة بستين سنة لو فرضنا الدم مستمر ما في دورة راجعة هذا القلب يملأ أكبر ناطح السحاب في العالم نبض القلبي مع نقل الدم باليوم 8 أمتار بكعبة لا يكل ولا يمل والآن اكتشف اكتشف القلب مصدر الأحاسيس والأذواق تم زرع سبعين قلب في العالم الغربي الذي زرع قلبه ما عرف أحفاده الذي زرع قلبه تغير مزاجه أكلات لا يحبها أصبح يحبها أن القلب الذي زرعه يحب هذا الطعام حتى أنه واحد زرع قلبه بحث طويل يتكلم كلمة ما لا معناه ما ظهمه فذهبوا إلى زوجة صاحب القلب المزروع ما معنى هذه الكلمة قال هذه الكلمة نحن افترعتها أنا وزوجي الأمور على ما يرام في سبعين بحث حول زراعة القلب شيء لا يصدق أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر هذا الكون المعجز يذل على إله عظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر